اشتركوا في القناة لشان نشوف نوعية الاسئلة في الاختبارات احنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنفتكر مع بعض كل قواعد الكتاب او معظمها وتفكرنا معظم الكلمات المهمة في الدروس النهاردة بنشوف انواع الاسئلة اللي هتكون في الامتحان بحيث ان حضرتك تكون بتكون متاح قدامك ورقة الامتحان وتقدر تجاوب مع الاسئلة وتتعامل معها ان شاء الله بسهولة جدا وتحقق الدرجات العالية ان شاء الله هنبدأ مع بعض كده ونشوف هنا اول سؤال نركز في choose the correct answer from A B C or D ده النمط الاول اللي بيجيلك في الامتحان والسؤال بيكون من 10 درجات 5 درجات 5 درجات 5 درجات 5 درجات 5 درجات 5 درجات بيكون خمس جمل متعلقين بالكلمات وخمس جمل متعلقين بالقواعد اللي انت درستها في الكتاب اهم حاجة في السؤال ان حضرتك بتكرأ السؤال بالراحة وترجمه وتكون ريلاكس جدا وهتفتكر ان شاء الله وهتجاوب كل الاسئلة بسهولة جدا نشوف number one I got got وفي space in my exams last year ركز في الجملة هنا جاب لكلمة got got هنا الباست من ايه من get وجاب كمان key words اللي هي last year العام الماضي يبقى انا هنا في الجملة على طول لازم افتكر هو انا كنت بحل في present ولا بجاوب جملة في الباست دايما هتكون تركيزك على الكي وورديس اللي موجودة في الجملة قدامك علشان هي بتكون مفتاح للاجابة اذا كنت في present simple اذا كنت في present continuous اذا كنت في الباست simple او في الباست continuous كل ده بيكون مفتاح لك انك تحل الجملة بسهولة واحنا تعرضنا ليه في الحلقة اللي فات شوف معايا اول سؤال بيقول لي i got good good ايه good books ولا good grades ولا good things ولا good pains in my exams الاستير اكيد انت عارف الكلمة دي معناها ايه كلمة exams يعني اختبارات العام اللي فات انا الحمد لله نجحت فيها كويس يبقى هتعبر وتقول i got good ايه ايوه برافو سمح حدي بيقول اجابة هو got greats greats يعني التأديرات او الدرجات المركز بتحتي كانت عالية الحمد لله في العام الماضي نشوف number two my shape is very different shape means the shape of your face the shape of your body shape can you remember shape shape يعني الشكل بتقول ان الشكل بتاعي became different اصبح مختلف very different two twenty years ago twenty years ago the same sentence in the a او من فاكر كلمة ago كانت بتيجي فين في البريزن تولى في الباست ايوه برافو عليك ايب اول ما هشوف كلمة ago ده كان مفتاح معايا من مفاتيح الباست سيمبل تينيس twenty years ago yesterday last month last week يبقى على طول الجملة بقت واضحة قدام حضرتك هيخليك معايا بيقول different next two twenty years ينفع طيب اقول from to ينفع اختار from to طب as to لا طبعا اكيد number came number d هي الاجابة الصحيحة اللي هي كلمة compared compared to يعني مقارنة بي مقارنة بعشرين سنة مضت اكيد الشيء بيكون very different كان ليك فاكر الكلمات ورجعها وما تنسهاش compared to يعني مقارنة بي compare with to question number three all our products all our products are delivered in يعني ايه products احنا اتكلمنا عن الفعل ده في المرة اللي فاتت قلنا عندنا produce وعندنا producer وproduction وproducts products اللي هي المنتجات اللي بتطلعها المزرعة او بتطلعها الشركة فبقول all my products كل المنتجات بتحتي انا محتاج اسلمها للعملة اركز في الجملة كده delivered هنا يسلم in tracks اللي هو الشاحنات الكبيرة to keep it safe safe يعني keep it safe يعني تظل امنة مين اللي بيستخدم البضائع مين اللي بيستخدم ها مني for consumer consumer المستهلك انا لازم احافظ على المنتج بتاعي ويوصل للمستهلك بصورة امنة طيب يبقى انا هسلمه البضائع in free trucks ولا in all trucks ولا in refrigerated trucks ولا in free trucks اكيه يبقى انا هنا هكامل هقول in refrigerated refrigerated trucks يعني فيه شاحنات بيها تلاجات او مزودة بتلاجات للحفاظ على المنتج number four بنقول work makes you feel tired work يعني العمل makes you feel tired بيخليك تعبين which kind of work makes you feel tired هنختار good work ولا ممكن نقول easy work يعني easy العمل السهل makes you feel tired ولا نختار physical work ولا nice work ايوا مين عرف الاجابة ايوا برافو عليك بتقول physical work physical work يعني ايه physical work العمل الجسدي العمل الطبيعي اللي بيحتاج مني energy بيحتاج مني قوة work makes you feel tired makes you feel tired بيخليك تشعر بالتعب والارهاق طيب عندنا number five بنقول eggs cheese and milk eggs اللي هو البيض والشيز الجبنة and milk are for breakfast كنا تعرضنا في المنهج اللي عندنا healthy food و unhealthy food الطعام الصحي والطعام غير الصحي وحضرتك اكيد انت فاكر what should you eat and what shouldn't you eat هنبي ينفع تاكل ايه وما ينفعش يتاكل ايه يبقى healthy food هيفكرك بايوا كده مين يقدر يجيب على السؤال الملك والشيز والإيجز junk ولا healthy ولا unhealthy ولا bad for breakfast يعني if you have breakfast لو انت بتفتر your breakfast with cheese or with eggs يبقى you eat you eat healthy food you eat healthy food برافو يبقى الإجابة الصحيحة number cam هتكون number b healthy for breakfast اوكي number 6 don't eat a lot of food عكس الجملة اللي فاتت احنا كنا متكلم عن healthy food unhealthy food والطعام غير الصحي فانا بدأت لك الجملة هنا جاية في الاجزام بيقولك don't واخدنا في الجرامر لما بجيب الفعل في imperative imperative يعني الفعل في الأمر eat healthy food drink much water طب لما جا أعمل negative for imperative sentence نفي جملة الأمر ببدأ الجملة بايه always always يعني دائما طب عكسها ايه هيكون عكسها never يبقى always do that او never do that طب انا ممكن اجيب كلمة بتساوي كلمة never زي ما شفنا في الجرامر اجيب don't ابدأ الجملة بdon't اقول don't eat much food don't eat much salt متاكلش املاح كتير متاكلش دهون كتير يبقى انا كده بنصحك to eat healthy food يلا بسرعة نشوف المثال وشوف اجابتك هتكون ايه بنقول don't eat don't eat a lot of food a lot of junk food ولا a lot of expensive food ولا fresh food ولا healthy food ها مين يقوم junk يعني ايه junk برافو junk food اللي هو unhealthy food الطعام غير الصحي a lot of chips a lot of crispies a lot of fizzy drink كل ده بنسميه junk a lot of chocolate طيب fresh food الطعام الطازق النقي و expensive food الطعام الغالي healthy food الطعام الصحي فلما اقنصحك واقول لك don't eat متاكلش يبقى متاكلش ايه من دول ايوه برافو ممتاز don't eat a lot of junk food don't eat a lot of junk food لا تأكل كثير من الأطعمة الضربي بنفتكر مع بعض هنا there many cows in our new farm لو انت فاكر في الجرامر عندك في unit 1 كنا بنقول في there is and there are قلنا there is للا a4 singular للمفرد الواحد بس هتقول there is في البلورل كنا بنقول there are there are يعني يوجد للجم وthere is يعني يوجد للمفرد يبقى دلوقتي لما يكون في حاجة واحدة موجودة هقول there is في اكتر من حاجة هاختار there are طيب بص معايا في السؤال وركز وشوف انت عندك مفرد ولا عندك جم عندك singular ولا في بلورل بنشوف مع بعض there many cows in our new farm نقول there is many cows ولا there are many cows ولا there do many cows ولا there was many cows في اكتر من مفتاح قدامي في الجملة ان انت حضرتك هتفتكر singular and plural وعندي كمان كلمة many وعكسها كان كلمة much قلنا لما تيجي كلمة many many تأتي مع اسم يعد countable nouns countable nouns يعني I can count it لما انت ممكن تقول I have many eggs اوكي I saw many farmers شوفت فلاحين كتير في بيض كتير في السلة many cows يبقى الشيء اللي بتقدر تعده you can count واحد اتنين ثلاثة هيتعد يبقى هياخد many طيب something is I can't count انا مش بعرف اعدها اللي هو بنقول عليه uncountable nouns الاسماء غير المعدودة for example مثلا water هتعرف تعدي water for example milk هتعرف تعدي milk فلما هقول 11 كتير ما ينفعش هقول many هقول much milk much water much rice اركز مرة تانية اهو ما تنسهاش many for something you can count many لشيء انت تقدر تعده much for something you can't count طب بص معايا بسرعة في الجملة دي وشوف الجملة هتكون واضحة جدا معاك يلا بينا there في كلمة many يبقى اخذ there is many ولا there are many من الشاطر واضحة جدا طالما في جم وطالما في من يبقى هاخذ there are many cows there are many cows يوجد كثير من الابكار in our new farm في المزرعة الجديدة number eight cows are kept in there cows cows الابكار are kept بتربى فين محفوظة فين الابكار احنا بنحط الابكار داخل المزرعة في اي مكان ولا بنحطها فين طب بيقول لي in the office يعني ايه كلمة office مين اللي فاكر اخذناها المرة اللي فاتت in the office في المكتب طيب وهنا كلمة in the cow shed ولا in the garage ولا in the room مين قدر يفتكر واضحة جدا الجملة cows are kept in the cow shed في مرعة الابكار او في مزالة الابكار اللي احنا بنحتفظ فيها بالبقر يبقى هنا بنقول ايه cows are kept in the cow shed اوكي نشوف جملة كمان number nine farmers الفلاحين milking cows with hands farmers milking cows with hands اللي ما كانش موجود معانا في الحلقة اللي فاتت بفكرك ان احنا كان عندنا كلمة used to used to اعتاد ان يفعل شيء في الماضي وعندنا used to لو جي قبليها am او is او are بيجي بعدها فعل في ال ing وقلنا وقتها انها بتعبر عن شيء مزال موجود يبقى العادة اللي انتهت منك ما بقتش تعملها هتقول used to i used to play in the street when i was young لما كنت صغير كنت بالعب في الشارع لكن دلوقتي اكيد مش بتلعب لكن لو قلت i am used to جي هنا am او is او are ابل used to يبقى بعدها هيكون verb plus ing جي وان هي بتعبر عن your habit in the bus and still now وموجودة حتى الان الان نشوف الجملة بسرعة مع بعض وبكده تقدر تحلها بسرعة بنقول farmers milking cows with hands with hands يعني بأيديهم بالرغم التطور الموجود في المزارع وفي حليب الابقار لكن اكيد لسه في فلاحين بيستخدموا ايه في حليب الابقار يبقى العادة دي انتهت ولا مزارعة موجودة لا يا مستر ده موجود الverb plus ing الفعل في ing يبقى اختار used to طيب used to اعتاد أن بيجي بعدها فعل فين في المصدر مش هينفع هنا ايه اختار used to طيب uses to اعتقد برضو مش هتنفع طيب ركز كده ينفع used من غير two مع milking اكيد طبعا دي completely wrong يبقى ايه الاجابة الصحيحة واضحة جدا قدامك number d نقرأها مع بعض اللي هي are used to اقرأ الجملة كده هتلقاها واضحة جدا farmers الفلاحين are used to milking cows with hands with hands بالإدين يبقى العادة in the past and still found in the present في الحاضر بنشوف number ten farmer get up early every day farmer get up early every day وبسرعة اكيد انت هتفتكر اول ما بيشوف كلمة every day يعني كل يوم يبقى بتفكرني بالpresent every day life الحياة الشخصية بتاعتك الروتيني اليومي بتاعك فلو شفت الجملة اكيد هتفتكر الزمن وتعرف تجيب الفعل في الصورة الصحيحة كان present simple نشوف مع بعض الجملة كده بنقول farmer get up early every day بيقول لي تختار got ولا gets or getting or get من الشاطر هيقول ايوا في ناس بسرعة بتروح للفعل مباشرة لا ركز هنا انا عندي كلمة farmer farmer هنا ده مفرد يبقى بتسوي he or she or it احنا كلمنا المرة اللي فاتت وقلنا لما يكون the subject of the sentence فاعل الجملة he or she or it we should add s هنحط s للفعل يلا بسرعة كده شوف الفعل المناسب فين يبقى got ينفع ده got ده في البسط يبقى الاجابة الصحيحة كلمة gets نقرأ الجملة كده farmer gets up early every day دي عادة عند الفلاح انه بيستيقظ مبكرا كل يوم number 11 i from a swan i from a swan الجملة بتفكرك بايه اللي ما كانش موجود معانا الحلقة اللي فاتت الجملة بتفكرك بفعل مهم جدا اللي هو وربي وقلنا بيتكون من am او is او are am بمعنى يكون و is بمعناها يكون و are كان معناها يكون يعني تقول i am اوكي i am a teacher i am a farmer i am a student وال is كانت بتاخد ايه 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 is كانت بتاخد he or she or it والare كنا بنجيبها for plural للجمع مع you will we with they طب بص معايا في الجملة وشوف الجملة بقت سهلة جدا وواضحة جدا قدامك وتختار الاجابة الصحية نمبر 11 i i do from as one ولا i is from as one ولا i am from as one or i was from as one ايه والاجابة الصحيحة فين اكيد نمبر c برافو اللي هي i am from as one انا من as one يبدأ present symbol وقملة حقيقية جدا بتعبر عنك will i takes a am very good نشوف سؤال تاني question number 12 we must we must english to be perfect at english وقبل ما تحل السؤال بفكرك دايما بالمفتاح اللي عندك في السؤال قلنا لما بنشوف كلمة must must معناها يجب بعد must هيكون ايه ايوا من الفاكر بعد must come the verb in inventive يبقى يبقى الفعل must لازم الفعل بعد يكون في المصدر يعني ايه فعل في المصدر قلنا المرة اللي قبل كده الفعل في المصدر يعني فعل من غير اضافات يعني الفعل غير مضاف اس ولا اس ولا ed ولا ing must زائد الفعل في المصدر وعكسها mustn't زائد الفعل في المصدر لما بعد must أو mustn't ايه وتنسى بعد must أو mustn't هيكون الفعل في في الانفينيتيف نشوف الجملة ونشوف حضرتك اجابتك هتكون عاملة ايه number 12 بيقول we must practice english to be perfect at english practice الممارسة practice لاحظ الفرق اهو واحد في حرف الاس بس practice يبقى يمارس the verb watch يشاهد practicing الايه النوين يبقى بعد must انا محتاج الايه الverb in infinitive محتاج الفعل في المصدر يبقى we must practice english to be perfect الانجليزي لدي تمارس الكلمات الليك بتحفظها وتحاول تكتبها وتفكرها متفكرش بس في الايه في الامتحان علشان ان شاء الله تكون شيء شاطر جدا في المستق بنشوف مع بعض number 13 farmers keep crops and other things in الفارمرز الفلاحين keep crops بيحفظوا المحصولات بتاعتهم فين المحصول عندك اللي بيطلع والغلة اللي انت بتخزينها في المزرعة and other things وبعض الاغراض الاخرى in the a of the farm in the gate of the farm منفكر كلمة gate gate of the farm يعني بوابة المزرعة ينفع تحط الحاجات دي على وبة المزرعة ينفع تسيب التقاوي بتاعتك والمحصول والغلة والاحرار اللي انت بتستخدمها كل يوم تحطها في الجراج اكيد طبعا هيبقى خطأ عليك طيب in the cow shed فاكرين كلمة cow shed نشوف نفهن اللي هو مرعى الابقار طيب in the store of the farm واضحة جدا الاجابة مين هيقول عليها برافو number d of the farm في مخزن المزرعة افكرك بهم تاني مخزن المزرعة وعندنا هنا كلمة gate يعني بوابة وجاراج يعني الجاراج والكوشد اللي هو مرعى الابقار او حظيرة الابقار يبقى الاجابة الصحيحة store of the farm ودي كلمات مهمة جدا احنا تنقشنا فيها في الحلقة اللي فاتت لازم تفتكرها كويس ودايما خليك فاكرها ما تنساش نشوف number 14 a barn in our new farm a barn in our new farm لسه حالا كنا بنتكلم عن singular المفرد وال plural singular يعني مفرد وبلورل قولنا there is يعني يوجد للمفرد وthere are يعني يوجد للقام انا عندي برضو ممكن استعدم كلمة they they يعني هم يوجد تاخد are طب شوف القملة قدامك ونشوف إجابة الصحيحة هتكون ايه هنا بيقول apart in our new farm يوجد مزرعة في ايه ويوجد حزيرة في مزرعتنا الجديدة يبقى نختار ايه there is ولا نختار they are or there are or she is apart حزيرة الحيوانات المناسب معها على طول هقول bravo number a there is a barn in our new farm there is you get للمفرد there are you get للجم واتنساهم اللي اتنين there is للمفرد with there are للجم number fifteen cows الابقار goats الماعز and sheep والخراف are cold اه الحيوانات دي ممكن نسميها ايه are cold يعني تسم فر مزرعة ولا are cold cows اه cows خدناها كتير النهار دا يعني ابقار ولا are cold field field يعني الحق ولا are called live stock مين مفاكر كلمة live stock معناها برافو يلا live stock يعني المواشي يبقى الاجابة الصحيحة ايه اكيد هتكون number دي live stock cows goats and sheep are called live stock اللي هي المواشي مجتمعة مع بعضها بنسميها live stock number 16 farmer's wife farmer's wife زوجة الفلاح makes مين فاكر يقدر يقول الفعل make هنا عندك في الجملة ليه حطت للفعل is دا كان present simple tense express about facts بيعبر عن حقيقة سابتة او روتين بنضيف للفعل is مع he او she او it يعني بتقول i make لكن لما قلت he يبقى he makes she makes ممكن تقول i drink لكن لو هكلم عن غائب هقول he drinks او she drinks i eat انا اكل لكن she eats او he eats او بص الجملة وكده بسرعة انت عرفت الاجابة واضحة جدا قدامك نشوف مع بعض في المثال farmer's wife farmer's wife يعني زوجة الفلاح بقى هنا مفرد to make make a tasty 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 good cheese جبنة لذيذة جدا طعمها جميل جدا and بتعمل جبنة ايه from natural milk من اللبن الطبيعي هتعمل cheese and soup ولا cheese and pizza or cheese and butter or cheese and pies مين فاكر soup يعني شرب الحساء pizza butter يعني السامن الزيبدة pies يعني فطائر يبقى تستي cheese من اللبن حاجة بنصنعه من الألبن يبقى cheese and butter cheese and butter سامنا وجبنا من اللبن الفلاحي اللبن الطبيعي أكيد هيكون تستي تستي يعني لزيز جدا وممتاز طعمه جدا نشوف مع بعض number seventeen there are many of vegetables there are many of vegetables vegetables يعني الخضروات and fruit boxes يبقى عندنا خضروات وسندي الفاكهة in there هيكون موجود فين لما تشوف كتير من العبوات الجاهزة للخضروات أو التغليف بتاعها أو التعبئة موجودين فين in the bank في البنك ممكن تخش البنكة الأموز داحم بالخضروات والفروت بوكس أكيد طبعا لا طب in safety office safety office of your farm عندك في مزرعتك لما يبقى فيه مكتب الأمن هيكون مليان بالخضروات والبوكس أكيد طبعا مش طبيعي طيب هنا بيقولي in the packing unit الباكينج يونت وحدة التعبئة لو أنت فاكر من الكلمات المهمة اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي هنا بيقولي in the packing unit في وحدة التعبئة والتجهيز للمنتجات ولا in the office farm office farm في مكتب المزرعة بقت واضحة جدا الإجابة مين هيقولها أيوة برافو in the packing unit في وحدة التعبئة والتجهيز there are many of vegetables خضروات كتير and fruit boxes وصنضيق الفواكه in the packing unit كده احنا شفنا نوعية من الأسئلة اللي هو choose the correct answer from A, B, C, or D وده كان النمط الأول من أسئلة الامتحانات وبتحتاج منك أنك بس تركز في الجملة وتفتكر ترجمة معاني الكلمات اللي انت حفظتها بالفعل بنشوف دلوقتي هننتقل إلى another type of question a new kind of question النوع التاني من الأسئلة وبيكون عنوان السؤال ركز معايا fill in the space with the word from the list بيكون عندك قائمة كلمات محطوطة في الامتحان بتاعك قدامك اهي بنفس الشكل ده كده وحضرتك بتختار كلمة من الكلمات تكمل بيها الفراغ يبقى في الأول مطلوب منك أنك تقرأ الكلمات كويس وخليك عارف أنه هو بيكون seven words وعندك خمس أسئلة يعني في كلمتين معاك بيكونوا زيادة في السؤال يبقى دايما مش تختار كل الكلمات اللي بتجيلك السؤال بيكون في كلمة أو كلمتين زيدين عن المطلوب فبالتالي لازم تترجم الكلمات الأول جدا وتعرف انت هتختار ايه وتشوف معانا مع بعض كده الأسئلة دي يلا بينا exportis يعني ايه كلمة exportis exportis يعني الصادرات favorite المفضل increase يعني يزيد nutritious اللي هو التغذية السليمة وعندك كلمة milk الحليب أو اللبن وعندنا هنا كلمة farm exportis الصادرات اللي بنصدرها favorite الشيء المفضل increase يزيد nutritious اللي هو التغذية السليمة milk اللبن الحليب farm المزرع طيب يلا نشوف اول سؤال بيقول لحضرتك هنا means that your food is full of vitamins and minerals يعني لما بيكون الاكل بتاعك full of يعني ايه full of full of يعني مليء بمليان of vitamins من الفيتامينات and minerals الكه والصخور والمعادن والاملاح المفيدة جدا ليك يبقى الطعام بتاعك كله صحي يبقى انت هنا بتختار كلمة ايه من الكلمات دي ايوه عايزة شوفك يلا برافو عليك في حد بيفكر اهو اه برافو ممتاز هناخد كلمة ايه nutritious nutritious يعني التغذية السليمة يكون الطعام بتاعك متوازن بكل الفيتامينات والاملاح المطلوب طبعا نشوف مع بعض في السؤال التاني بيقول when we increase products and crops we increase لما هنزود منتجاتنا من المحصولات that are sold احنا بنبيع المحصول اتكلمنا المرة اللي فاتت ان احنا عندنا كلمتين اه لما هبيع للمنتج للخارج ولما هشتري المنتج بتاعي من الخارج هنا لما ببيع يبقى كلمة ايه export طب لما هشتري هكون كلمة import وقلنا ان احنا government does her best الحكومة تبزل قصارى جهدها to increase our ايه بنحاول نزود our export الصادرات بتاعتنا في زيد عن الواردات انا عايز اصدر اكتر فهنا بيقول لي بص في المسال بسرعة بنقول ايه when we increase our products لما هزود المنتج يبقى انا عملت our export export التصدير من البلد الى خارج البلد هنشوف number three بنقول sugar cane is my uncle's favorite group sugar cane is my uncle's favorite group يعني عمي من محصول المفضل لي انه هو بيزرع اصب السكر واتكلمنا عن اصب السكر من المحصولات المزروعة في upper Egypt في صعيد مصر favorite favorite يعني مفضل وكروب يعني محصول طيب المسال التاني بيقول لي ايه يا الله Egypt does her best Egypt مصر does her best to the production of wheat wheat اللي هو الامح وكلمة production يعني الانتاج يبقى مصر بتبزل قصارى قهدها ممكن جملة زي دي تتكرر معاك في سؤال الترجمة في الترانزليش هنا Egypt does her best does her best to تبزل قصارى القهد to a the production of wheat هنعمل ايه في انتاج الامح عايزين نعمل في ايه 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 ومين فاكر برافو يبقى هقول to increase increase يعني بزود انتاج القمح من الايه من المحصولات الموجودة مهمة جدا عندي ومحتاج دايما ازود بنشوف سؤال تاني في امتحان اخر جايب معايا كلمة greats greats يعني التأديرات او الدرجات وعندي كلمة compared compared يعني مقارنة ب refrigerated refrigerated يعني المجمدة او المزودة بالتلاجات والphysical يعني الطبيعي او البدن نشوف اول سؤال بيقولك تكمل بكلمة منين من الليست لازم تقرأ الليست كويس وترجمها كويس وتقدر تحل بسرعة جدا the new agriculture is so easy new agriculture الزراعة الحديثة is so easy work بقت عمل سهل جدا to the old way to the old way بالنسبة للزراعة قديما of our grandfather زراعة الأجداد والأباء أكيد كانت مرهقة جدا لكن دلوقتي مع استخدام الآلات واستخدام المعدات يبقى نختار ركز كده بيقول لي the new agriculture وخلي بالك هنا في حرف جارة to ايه لها ناخده مع to يعني نقول great to ولا compared to the old way ولا refrigerated to the old way ولا physical to في واحد شاطر أهو بسرعة عرف الإجابة وكانت موجودة في أحد أسئلة اللي تشوز برافو يبقى هنقول ايه compared to compared to يعني مقارنة بي يبقى the new agriculture is so easy work compared to the old way مقارنة بي لأ بي الطريقة القديمة طيب نشوف سؤال تاني بنقول you need to have a long rest after work you need انت محتاج to have هف هنا بمعنى يملك ولا يأخذ الverb هف ما تنساش وانت بتحل في الامتحان كل ما بشوف have او has مش دايما have يعني يملك i have اوكي i have انا املك وهي has هو يملك ده المعنى الشائع والمعروف ان have و has بمعنى يملك لأ have ممكن يختلف معناها حسب موجودة في الجملة لو قلت مثلا i have a cold يبقى انا كده عندي برد املك لا يبقى انا مصاب بالايه بالبرد ممكن تقول انا عندي اجتماع مش املك اجتماع ممكن تقول يبقى كلمة have هنا مش يملك الغذاء لا have يعني يتناول الغذاء اوكي يبقى have تأتي بمعنى يملك يأكل يتناول يشرب حسب معناها فين في الجملة مش دايما كتير من الطلبة بيترجمها على انها have ويفضل محتار في الجملة ويقول املك ايه مفيش حاجة ينفع اختارها بص معايا كده في السؤال واختار الاجابتك الصحيحة بسرعة بنقول ايه you need to have a long rest have a long rest هنا معناها تأخذ راحة طويلة انت محتاج ترتاح جدا after ايه after great work ولا after compared work ولا after refrigerated work ولا after physical work واضحة جدا برافو يبقى نختار كلمة physical work وهكمل بها هاجبها من الليستة بتاعتي احطها في space يبقى you need to have a long rest after physical work بعد العمل الطبيعي اللي هو العمل البدني المجهود الشاق اللي انت عملته بنشوف في مثال تاني she is so clever she is so clever يعني هي شطرة جدا all hair all hair are high واضح جدا من المثال واكيد كلكم عارفين الاجابة ممتازين برافو يبقى she is so clever all hair greats all hair greats كل الدرجات بتاعتها are high markets عالية جدا وتقديرات عالية because she is clever بنشوف المثال اللي بعد بيقول farmers must farmers يعني الفلاحين must deliver all their products منتجات الالبان كلها لازم نسلمها للمستهلك في in tracks tracks يعني الشاحنات واضحة جدا الكلمة واكيد هي اللي معانا ينقول refrigerated tracks refrigerated tracks الشاحنات المزودة بالتلاجات اللي هي بتحفظ المنتج بتاعي save for my consumer بنشوف مع بعض في مثال تاني وامتحان اخر hydroponics hydroponics احد انواع الزراع الحديثة جدا اللي هي ازراع المائية او فوق سطح الماء you don't need a lot of water and you don't need soil عندي كلمة soil testis واضحة كلمة soil يعني تربة soil testis اختبارات التربة farm automation if your farmer is provided with لما بتزود المزرعة بتحتك with the new technology with the modern technology بالتكنولوجيا الحديثة والالات الحديثة to increase your yield بتساعدك في تزويد المحصول and reduce the number of workers وبتقلل عمل عدد العمالة عندك في المزرعة يبقى انت change your farm بتحول المزرعة بتاعتك الى farm automation اللي هو المزرعة الاوتوماتيكية او التي تعمل اوتوماتيكيا نبص مع بعض في الاختبار ونشوف هتقدر تكمل الجمل دي ازاي we will increase the production we will نحن سوف increase the production نزود الانتاج and reduce the worker throw هزود انتاج المزرعة وقلل عدد العمال بتو throw يعني ايه كلمة throw throw يعني من خلال او عبر استخدام ايه هينفع اختار هيدربونيكس ولا اقول soil تست ولا farm automation من الشاطر برافو في حد بيجاوب برافو عليك very good excellent يبقى اختار كلمة farm automation من الليست بتاعتي وكمل بها الفراغ we will increase the production and reduce the worker throw farm automation farm automation اللي هو استخدام المعدات الحديثة في المزرع طيب المثال number two بيقول لي is one of the most modern ways one of the most modern ways احد الطرق الحديثة في الزراعة ايه اختار طريقة من طرق الزراعة الحديثة a new way a modern way هتكون الhydroponics hydroponics ايه احد الطرق الحديثة في الزراع كده بنشوف سؤال جديد اطلاقا علينا اللي هو complete the following dialogue complete the following dialogue كأنك بالضبط في situation معين في موقف في المزرعة في النادي في المطعم في المحل وانت بتتكلم مع another one سواء الشخص ده عربي او انجليزي او صديق ليك انت بتكلمه بالانجليز مطلوب منك بتعيش دور الواحد الموجود الفراغ بتاعه النقص يعني احمد بيكلم محمد وفي فراغ قدام احمد يبقى انت بتلعب دور احمد ومحمد بيرد عليك يبقى احنا عندي هنا دايما في الديالوج انت ما تفكرش ان الديالوج ده حد تاني بيتكلم وتتكلم عن ناس مش معاك لا انت اللي بتحل السؤال في الامتحان كأنك موجود ازاي بتستخدم الانجليزي اللي انت حافظه علشان تعبر به بتعبر عن احتياجاتك رغباتك لان الانجليزي احنا مش بناخده كمادة صماء هحفظ كلمات ورحه الطاف الامتحان واخرج لا المفروض ان انت بتاخد الدروس بتاعتك والكتاب بتاعتك بتستفيد به في حياتك العملية تعرف هقدم نفسي هتكلم مع مدير مزرعة هبعت ايميل لمزرعة تانية في الخارج يبقى انا how to use my english in our life or in my practical life ازاي بستخدم الانجليزي في حياتي العملية السؤال ده اللي هو complete the following dialogue complete the following dialogue يعني اكمل الناقص من الحوار الموجود قدامك في الامتحان يلا بينا مع بعض نكون جاهزين ونشوف السؤال ده بيقول complete the following dialogue اكمل الحوار هنا بيقول ايه you like to drink you like to drink يعني like يعني يحب وتو drink يعني يشرب راح رد عليه نمبر بي بيقول fresh juice please يعني عصير طازق من فضلك يبقى هنا ايه بيتكلم مع بي يبقى حضرتك في الامتحان بتقوم بدور number ايه اللي هو هيسأل السؤال بيقوله you like to drink like يحب ان يشرب يبقى حط له ايه هنا في اجابة كاملة مين فاكر يقدر يسأل هقوله مثلا ماذا ولا اين ولا هقوله لماذا اه في حد او فاكر اللي هو بيقول انا هنا خلي بيلك محتاج ايه محتاج يعني محتاج اداة استفهار لو انت فاكر لما خدنا في المراجعة قلت انا عندي نوعين من السؤال سؤال بيبقى بيكون بي yes no لما اسألك اقول لك السؤال هنا هترد علي بي yes او تقول لي no yes i do او no i don't like ممكن اسألك اقول لك would you like fresh lemon would you like fresh juice يبقى هتقول لي yes او no لان السؤال start with auxiliary verb بدأ بفعل مساعد لكن لما السؤال بيبدأ بال question word اللي هي علامة الاستفهام او اداة الاستفهام كلمة الاستفهام زي كلمة what يعني ايه what يبقى ما او ايه او ماذا للسؤال عن الاشياء هقول لك what is your name what is your favorite color في الوقت ده ما ينفعش تقول لي yes او no بسألك هقول لك what is your favorite color يبقى you should give me answer انت لازم تدي اجابة full sentence هتقول my favorite color is black my favorite color is red يبقى عندي كلمة what ما او ماذا للسؤال عن الاشياء عندي where يعني اين بسأل بيها عن المكان كلمة where where do you live اين تعيش where are you going انت رايح فين دلوقتي يبقى انا هنا هتجاوب ما انفعش تقول لي yes او no لازم تديني اجابة in a false sentence في جملة كاملة ومعنى كان عندي كلمة why يعني لماذا انت ليه رايح المزرعة انت ليه بتشتري دي يبقى يكون السؤال باداة استفهام غير لما يكون السؤال بفعل مساعد نرجع مع بعض للاختبار اللي قدامنا ونشوف السؤال وهتجاوب ازاي يلا بينا let's start اوكي هنا بيقول you like to drink قال له fresh juice يبقى هنا جاوب بجملة كاملة يبقى ما ينفعش تقول لي هنا do ولا does ولا is لان في بعض الطلبة اي سؤال ييجي تكتب do على طول وتخلص نفسها طيب انا ممكن اقول له fresh juice يبقى هقول له يلا what would you like to drink what would you like to drink ماذا تحب ان تشرب انت عايز تشرب ايه الفريش juice fresh juice يعني عصير طازق please من فضلك جاب لك العصير بيقول لك here you are here you are تفضل هو لك يبقى دايما اللي يقدم لك الحاجة تفضل هتقول له thank you سير اشكرك يا سيدي شكرا جزيلا اوكي عندي repeated question repeated question اسئلة بتتكرر معانا كتير في السؤال ده والمفروض انت تبقى فاكرها وحفظها كويس جدا what is your name what's your name where are you from i am from او انت منين من اي بلد ممكن تقول لي anything else anything else يعني اي شيء تاني ممكن اقول where do you live اين تعيش where do you work اين تعمل can you help me اين هل تستطيع ان تساعدني how much is a is it become the تمانها كان وهنا سؤال جديد بيقول لي writing بيطلب منك في الامتحان تكتب ايميل او لتر لشركة من الشركات او لمزرعة اهم شيء تكتب لي عنوان انت مين اهو عنوانك مزرعتك اسمها ايه وعنوان الشركة اللي حضرتك بتبعت ليها وانت محتاج منها ايه هنا مثلا على سبيل المثال هقول dear sir عزيزي السيد المحترم i would like to order 30 kilos of tomatoes انا بطلب من حضرتك 30 كيلو طماطم seeds حبوب تقاوي يعني at cost price في تكلفة 100 جنيه per kilo per kilo في الكيلو reference number reference number ركم المنتج اللي انت حضرتك محتاجه وركمه كام ومحتاج تستلي من حاجات ديات فين هتقول له i need them to be delivered delivered هيتسلمه by the middle of july في المنتصف البتاع شهر جولاي اللي بقى المعاد بالضبط بتختم الخطاب بتاعك او الاميل could you arrange to have them delivered to the farm وبتختم توقيعك best regardless ده نوعية مهمة جدا في السؤال الwriting في الامتحان ما تضيعوش ابدا وموجود عندك في كتاب المدرسة اكتر من مثال بننتهي بالسؤال بتاعنا اللي هو كلمة translation translation اللي ايه الترجمة بيكون سؤال بيطلب من حضرتك ايه ان انت translate into english او translate into art زي هنا بيقول لي ان الزراعة من اهم مصادر الدخل القومي مطلوب الجملة دي هنترجمها ونحولها للانجليزي فبقول agriculture is one of the most important source national income كده احنا بنكون خلصنا كل الامتحان بتاعنا وان شاء الله نلتقي بيكم في حلقة جديدة ومراجعات جديدة مع تمنياتي ليكم بدوام النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة